إذن تطبيق تيك توك بين شدي وجذبي بكين وواشنطن يوم الأربعاء الماضي كان حاسما فقد أقرت واشنطن قانونا يحضر التطبيق ما لم تعمد الشركة الأم بايدانس إلى بيعه في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة أن الشركة تفضل إغلاق التطبيع على بيعه وبذلك لن تفطر إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية وهي الأهم بالنسبة لها بكين ومنذ الأربعاء الماضي اتبعت سياسة الصمت رغم أنها في الفترات السابقة هجمت أمريكا مرارا لكن السؤال الأهم لماذا هذا الصمت القاتم؟ يرى مراقبون أن هذا الصمت على ما يبدو إكراما للضيف ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في ضيافة الصين لتحديئة الأجواء المشحونة أما السبب الأهم فإن الصين تحاول إبعاد نفسها عن بايدانس الشركة بدورها تسعى أيضا إلى أن تنأى بنفسها بعد أن وجدت حالها في مرمى النيران الأمريكية إذن السبب الآخر فإن قيمة التطبيق الاستراتيجية بالنسبة للصين أقل من هواوي الرئيس التنفيذي للشركة يتوقع أن الفوز سيكون حليف شركته في المعركة القانونية لوقف تنفيذ قانون الحضر وبين اختلاف التوقعات يبقى يوم التاسع عشر من يناير لعام 2025 الحاسب بالنسبة للأمريكين فهو الموعد النهائي الذي حدده بايدان لحضر التطبيق إذا لم يتم بيع أصوله أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولايته كرئيس حالي اشتركوا في القناة